التلفزيون الشاهد في مجلس الأمة أجرى لقاء مع النائب أحمد القضيبي وعلى موضوع الجلسة العاجلة لارتفاع سعار البانزين ومادري إيش أنا في رأيي لا تزعلوني الوثيقة الاقتصادية الكل يعلم بها أما جلسة طارئة وجلسة نايمة وجلسة واقفة وجلسة قاعدة كل حد شيء حبيبي طارت برزاقها وخلصت شوفوا التغرير سليمان ما تلاحب أن مجلس الأمة ما عاد مثل الغوة المجالسة السابقة لدرجة أن وزير المالية أول ما استلم الحقيبة الوزارية قال أننا راح نرفع الدعم عن الأسعار وعن البانزين سؤال في هذه وفرض الضرائب ما نشوف أحد من بداية يعني تولي الحقيبة الوزارية ما نشوف إذا من أحد سائلة تقدمون لا استجواب ذاك الوقت لا لا أنت ما تقدم استجواب حق وزير مجرد كلام قال أنت من نهاية تقدم استجواب في أفعال في أفعال المفروض كان يعني يستجوب أنه في أفعال قام فيها عرفت شلون كانت تمت مناقشة هذه الأمور داخل اللجنة المالية وتمت مناقشتها باستفادة كاملة وتمت الموافقة على جزئية الكهرباء بس ونخلي باج الأمور الثانية اللي هي الدعوم الأمور الثانية مناقشتها بعدين نشوف ما مدى تأثير الكهرباء على هذا الجانب بالنسبة للأستجوابات الحالية يعني الحين الأستجواب أداء دستورية استخدهم النائب للإصلاح ضد وزير معين أو رئيس وزيرات فيعني ما عاد ذاك الأهمية للأستجواب الحين يمر مرور الكرام ما فيه ولا نائب يعني طبعا بالنهاية هذا قناعات النواب موجودة مدى قناعتهم في محاور للأستجواب هذا هو يعني من وجهة نظري هو اللي يعطي قناعة النائب إنه والله يأيد الاستجواب أو ما يعيده أيضا مراسلنا في مجلسة